اشتركوا في القناة ويشمل العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله وأنكر الله جل وعلا عليهم فقال لهم لقد جئتم شيئا إدا أي بمقالتكم هذه الكاذبة بنسبة الولد لله عز وجل تكونون قد أتيتم مقالة منكرة عظيمة نستغرب من أن تقولوها ولذلك قال تكاد السماوات يتفطرن منه أي أن السماوات العظيمة تكاد من هذا وتوشك من هذه المقالة الشنيعة بنسبة الولد لله عز وجل تكاد السماوات أن يتشققن وأن تتقطع قطعا صغيرة وهكذا تكاد الأرض تنشق فتخصف بهم فيدخلون في ثناياها وتكاد الجبال أن تخر أهدى أي أن تسقط على الأرض وتنطبق عليهم لماذا؟ لأنهم قد قالوا مقالة شنيعة فاسدة باطلة حيث نسبوا إلى الله الولد ومن ثم فإن السماوات والأراضين تفزع من هذه المقالة الشنيعة بنسبة الولد إلى الله وبالتالي خشية من أن يقع شيء من ذلك في الكون وهذه الكلمة أتي بها ليبين الله جل وعلا أنه لا يقبل بهذه المقالة الفاسدة بنسبة الولد لله من عنده إيمان بل حتى الجمادات لا تقر بهذه الكلمة وتسخط منها سخطا شديدا وتغضب على من تكلم بها استعظاما لهذه الكلمة وهولا من أثرها وهكذا السماوات والأراضين تكاد أن تتشقق متى سمعت هذه المقالة لأنها مقالة فاسدة ولذا نفى الله جل وعلا عنه الولد فقال سبحانه وما ينبغي أي ما يكون للرحمن أن يتخذ ولدا فالله جل وعلا منزه عن اتخاذ الولد لأنه لا يحتاج إلى من يناصره ولا من يخلفه فهو القوي وهو الخالد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى